السلام عليكم قيل في تعريف الموسيقى عند العرب إن الموسيقى غذاء للروح وشفاء للنفس الموسيقى ملهمة الفنان مفككة الأحزان محركة الشعور مهدئة الأعصاب مقوية العزيمة مبعدة الهزيمة وهي علاج المرضى ضيف اليوم باحث أكاديمي أستاذ دكتور في علم الموسيقى له كتب عدة جماعية ودراسات منشورة في موسعات ومجلات علمية كما أنه مؤلف موسيقي وعازف كمان بحسب النهج التقليدي التأولي العربي ويعد مرجعا دوليا في علم الموسيقى الشامل للتقاليد كما يعد من أعلام المدرسة الموسيقية التقليدية الفنية في المشرق العربي عزفا وتلحينا انطلق من لبنان إلى العالم في أعماله الموسيقية العديدة المرتبطة بالتصوف والتقليد الموسيقي التأولي العربي المشرقي على نصق مدرسة النهضة العربية وهو يشرف منذ التسعينيات على تخت الموسيقى الفصحى العربية وهو مدير المعهد العالي للموسيقى في الجامعة الأنطنية حيث نتواجد اليوم ندى نداء فجمع النصوص الإسلامية والمسيحية في جلسة سماع صوفي إسلامي مسيحي حملت عنوان البشارة وعن الموسيقى الصوفية قيل إنها منبع يستقي منه الصوفي إلهامه وهو كالأرض لا يدري ما سيخرج منها ومتى سيكون ذلك ولكن لا يمكنه ترك اللحظة تمر لذا يجب أن يكون حاضرا وقت بزوغ البذرة بين وادي الطلب ووادي العشق ووادي العرفان والاستغناء والتوحيد والحيرة والفناء والبقاء وغيرها من المقاطع الموسيقية يأخذنا إلى ما بعد الموسيقى والكلمات المفعمة بالإيمان وحب الله ضيفنا الدكتور نداء أبو مراد ترجمة نانسي قنقر أود أن أبدأ الحديث من وحي المقدمة التي ذكرت بها أن الدكتور نداء أبو مراد مرجع دولي لعلم الموسيقى الشامل للتقاليد بالحديث عن علم الموسيقى الشامل للتقاليد ما هو هذا العلم؟ علم موسيقى الشامل للتقاليد هو التقاء بين مسلكين علميين موجودين في العالم وبخاصة في النطاق العلمي الموسيقي الأوروبي هناك نسك هو يتكلم عن الموسيقى يعني علم موسيقى الذي بدأ بالنسبة للموسيقى الغربية وهناك نسك آخر ولد أيضا في الغرب هو علم موسيقى الشعوب الإثنوميزيكولوجية إنما عندما نتكلم عن باحثين هم من النطاق المشرقي ويبحثون في تقاليدهم المحلية لا يسعم إلا أن يطبقوا مفهوم علم الموسيقى والبحث في مكنونات المنظومة الموسيقية المشرقية أو الهندية أو اليابانية أو الصينية من مطلقاتهم الذاتية إذن يفتحون علم الموسيقى الذي كان منذ القرنة التاسع عشر حكرا على الإطار الغاربي يفتحونه على كل الأطر الموسيقية الأخرى في العالم ويتحول علم الموسيقى الذي كان غربيا يتحول إلى علم موسيقي شامل لمجمل التقاليد الموسيقية الموجودة على الكرة الأرضية وبخاصة التقاليد الموسيقية الموجودة في العالم العربي وفي المشرق بخاصة نعم ماذا عن الموسيقى الصوفية؟ يقال بأن الموسيقى الصوفية مدرسة والدكتور ندى أبو مراد هو أستاذ هذه المدرسة لا لست أستاذ هذه المدرسة من يعني يعتبر نفسه صوفيا قد يكون هو في وضع شائك لا أستطيع أن أعرف نفسي أبو صفت بعمل كصوفي حالم يعني ما هي الصوفي حالم لا قد يصف نلبا أنا مجرد موسيقي عندما أجري عملا موسيقيا أحاول أن أستشفى روح المقام وأن ألتقي ببعض المسالك مثلا عندما ألحن نص أحب أن يكون نصا صوفيا لأن يوجد فيه جمالا إلهيا لذلك أقترب من هذه النصوص وحالة الارتجال في التقاسيم مثلا هي حالة قد تقدر أنها حالة قريبة من فكرة التصوف إنما لست بواردة أن أطلق على نفسي تلك الأوصاف التي هي تتخطان جدا ولكن هناك شيء اسمه موسيقى صوفية صحيح؟ من الصعب أن نحدد ما هي الموسيقى الصوفية هناك تقاليد موسيقية متعددة لا يوجد مدرسة الموسيقى الصوفية؟ لا هناك شعر صوفي هناك مواقف صوفية هناك حياة قد يحييها بعض الناس الذين ينتقلون من حالة الإيمان إلى التصوف إلى إيمان معمق يبحث عن الاتحاد بالنور الإلهي وحالة عشق إلهي هذه الأحوال قد تولد في إطار أدبي أو في إطار موسيقي قد تولد خبرات وقد يعني يجسد بعض الموسيقيين هذه الخبرة من خلال موسيقاهم يوهان سباستيان باخ مثلا في أوروبا هو قد نستطيع أن نقدره أنه صوفي كذلك مدرسة عبد الحمولي في مصر القرن التاسع عشر فيها مثلا الشيخ يوصف المنيلاء ومن بعد الشيخ علي محمود الذين كانوا في التماس بين هذه المدرسة وأعمال البطانة والإنشاد الديني الصوفي الإسلامي هذا أيضا نهج صوفي في الموسيقى هناك مثلا في المولوية التابعين لطريقة جلالي دين الرومي هناك تأكيد كثير على الموسيقى السماع الموسيقى والعيني أيضا يعني على اعتماد الموسيقى كمعبر للعبادة أو للتعبد الصوفي طيب دكتور حضرتك مؤلف موسيقي وعازف كمان بحسب النهج التقليدي التأولي العربي ما هو هذا النهج؟ وهل هناك غربي مثلا؟ مفهوم التقليد هو في التباس حوله في ثقافتنا المعاصرة هو موضوع أكثر شمولية هو أن نتكلم عن العلاقة بين الموروث والتجديد كيف يتم التجديد بالنسبة للموروث ما هي المواقف؟ هناك ثلاثة مواقف اعتبارية في هذا الإطار هناك التقليد التكراري الذي يأخذ الموروث ويستنسخه يعني يعيده كما هو هناك موقف ثاني هو التقليد التأويلي أو التقليد التجددي الذي يعتمد على الموروث كنموذج لابتكار أو لتكوين إنتاج جديد على النسق الموروث وهناك موقف اعتباري الثالث هو الحداثة الحداثة تأخذ موقفا مناقضا للسوية أو للنسق الموروث قد تتعامل مع الموروث إنما بطريقة مغايرة لنمازجه وتعتمد معايير جديدة وقد تنقض كليا ما هو موروث هذه الثلاث مواقف التي نجدها في أطر المتعدد إن كان في الحكم في السياسة أو في الدين أو في الأدب أو في الموسيقى هذه المواقف الثلاثة هناك التقليد التأويلي هو الذي أحاول أن أنتهجه التقليد التأويلي يعمل على استنباط في الموروث ما هو الأول التأويل هو البحث الأول عن الأصل عن المنبع الذي نتج عنه النموذج الذي ندرسه عندما نأخذ نموذج نسحى لوصوله إلى منبعه وعندما نصل إلى هذا المنبع قد نتمكن من تكوين بنعمة الله سبحانه وتعالى أن نكون نمازج جديدة على النسق الموروث حاضرتك أعطت أحياء التراث العباسي هذا موضوع آخر هذا موضوع آخر ألا يندرج تحت هذه التقليد الثلاث؟ ربما نعم عمل الأساسي في العمل الموسيقي على الأرض هو بالنسبة للتقليد الذي نعرفه منذ القرن التاسع عشر مدرسة النهضة العربية إنما الذي نعرفه من خلال التسجيلات ومن خلال الأسات إذا تلقيته عبر أستاذي المرحوم فوزي السايب أيضا هناك تراث كبير أو تقليد كبير في التقليد الكبير يأتينا منذ العصر العباسي أو ربما من قبله ولكننا كنا نجهل حقا النمازج منه نقرأ عنه في كتاب الأغاني مثلا أو بعض الأوصاف ونقرأ عنه في كتب كتاب الموسيقى الكبير للفرابي أو كمال أدب الغناء للحسن الكاتب أو كتب توصفات ابن سينا مثلا أو غيرها أو صفي دين الأرموي إنما عند صفي دين الأرموي في كتاب الأدوار وأيضا في رسالة الشرفية صفي دين الأرموي هو موسيقي كبير عاش في نهاية العصر العباسي وبداية العصر المهولي وقد دون بعض الفقرات الموسيقية ترائق وأصوات وبطريقة أفجدية ورقمية وقد عملت على فك هذه الرموز وأداء هذا التراث بطريقة تأويلية أيضا طيب نسمع عن التدوين الموسيقي العربي والتدوين الموسيقي الغربي نعم حدثنا عنهما يعني ما الفرق بينهما وماذا يعني كل منهم التدوين الموسيقي هو طريقة لتثبيت جملة قد تكونه متحولة باستمرار إنما في مرحلة معينة قد يثبتها إما المؤلف الموسيقي أو إنما المربي الذي يحتاج لإعطاء شيء لتلاميذه أو الباحث الذي يريد أن يثبت أو أن يأخذ نصا موسيقيا فقرة موسيقية ويدرس ويحلله التدوين إذن لديه عدة أهداف متعددة وقد تكون مختلفة جدا التدوين ليس أساسيا في الموسيقى هناك موسيقات عديدة في العالم لا تحتاج إلى التدوين وبخاصة إذا كانت فيها كثير من التأويل في الأداء يعني إذا كان الأداء تأويل يعني أن الأداء هو فيه شيء من التصرف المستمر بالنصر الموروث إذن بالارتجال إذن التدوين يكون معاكسا لقضية الارتجال وقد يكون مسيئا لذلك والأسيات الكبار في إطار الموسيقى الهندية الراجل الهندي يمتنعون عن قبول تدوين هذه الموسيقى لأنهم يعتبروها متحولة باستمرار وأي تدوين هو تثبيت إذن قتل الروح أو الحياة المتدفقة في هذه الموسيقى يعني قتل الارتجال والارتجال هو من سمات أساسية إن كان في الراجل الهندي أو في الدسغة الفارسي أو في المقام العراقي أو في التقليد الموسيقى التأويل المشرقي العربي الخاص بهذه المنطقة نعم عن موضوع الارتجال سنتحدث قليلا دكتور نداء ولكن قبل ذلك سنتوقف مع فاصل قصير مشاهدين ونعود بعدي لمتابعة هذه الحلقة من برنامج مبدعون فابقوا معنا